موسيقى طابط أوقاتكم مشاهدين الكرام بكل الخير وأهلا بكم إلى الثالثة هذه أبرز ما فيها من عنوان الاحتلال يصادر أكثر من 250 دنما من أراضي كنسية في الأغوار ويخطر بهدم عددا من المنازل في الخليل موسيقى شركات إسرائيلية تروج لقروض مشبوهة للمقدسيين للسيطرة على مزيدا من العقارات موسيقى ورئاسة الاتحاد الأوروبي تعلن احتمال فرض مزيدا من العقوبات على روسيا في قضية أوكرانيا موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة دعم وتأييدا لسيد رئيس محمود عباس تلاها مبعوثه للشرق الأوسط في احتفال لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نظم في العاصمة الروسية موسكو هذه الشوامر والتفاصيل لطالما تميزت روسيا بالثبات مواقفها تجاه شعبنا وقضيته ولمناسبة يوم التضامن الدولي مع فلسطين كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أوائل المتضامنين مع شعبنا من خلال رسالة دعم وتأييدا لسيد الرئيس محمود عباس تلاها مبعوثه للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حفل أقمته السفارة الفلسطينية في موسكو أكد فيها على ثبات موقف بلاده في زام قضيتنا الوطنية حتى تجسيد تطلعات شعبنا المشروع في الحرية والاستقلال على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية نتضامن مع شعب الفلسطيني ونؤيد حقوق المشروع لأصدقائنا في فلسطين في داخل وفي خارج ونعتقد أن منظمة التحرير الفلسطينية هو ممثل الشرعي ووحيد لشعب الفلسطيني ودائما نشجع الأصدقاء الفلسطينيون أن تقدموا نحو السلام على أساس شرعية الدولية والمبادئ والقرارات الأمم المتحدة جمعية العمى والمجل السلامة وكذلك مبادرة السلامة العربية يوم التضامن بداية طيبة فيها تأكيد على تضامن الشعب الروسي والحكومة الروسية مع الشعب الفلسطيني وهو أمر هام في صراعنا ضد الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي الدور الروسي مهم جدا في هذه المرحلة في الوقوف في وجه ترامب وسياساته ونتنياهو سياساته هذا الحفل حضره عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات والشخصيات الروسية وممثلي سلك الدبلوماسي العربي والأجنبي إلى جانب وفد منظمة التحرير الفلسطينية التي بحثت مع الجانب الروسي العلاقات السياسية بين البلدين وأكدت على أهمية هذه الفعاليات في دعم قضيتنا وصراعنا ضد الاحتلال نحيي الشعب الروسي والقيادة الروسية وعلى رأس الرئيس بوتين الذين يقفون بثبات إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني ويقفون إلى مطلب الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي من أجل إقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية أهمية هذا اللي كان يعقد في موسكو كما تعلمون أن يحصل في هذا المهرجان في موسكو هي رسالة للجميع أن روسيا كذلك بقتها على العهد روسيا كذلك يصادف اليوم مرور 30 عام على إعلان الاستخلال الفلسطيني وكذلك يصادف مرور 30 عام على اعتراف روسيا والتحالي السويد سابقا بالدولة الفلسطينية قبل كثير من دول الجوار وهذه الرسالة لمن يهمه الأمر أن روسيا بقتها على العهد المشاركون في هذه الفعالية عبروا عن تضمونهم مع شعبنا مؤكدين أنه دون حل للقضية الفلسطينية لا يمكن ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هذه الشوامرة تلفزيون فلسطين أدان مجلس الوزراء بشدة قرارات سلطات الاحتلال تعسفية بحق عضو لجنة تنفيذية لمنظمة تحرير الفلسطينية عدنان الحسيني بمنعه من السفر واعتقال محافظ القدس عدنان غيث وعشرة المواطنين الآخرين وصفا تلك القرارات بأنها جزء من العدوان المتواصل على شعبنا وقيادته وخاصة في مدينة القدس المحتلة أعرب مجلس الوزراء عن تمنياته بنجاح جولات الحوار في القاهرة وأكد على جهوزية الحكومة لتسلم كامل مسؤولياتها في قطاع غزة كما توجه بالشكر إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية على الجهود التي يبذلونها في سبيل إنهاء الانقسام الداخلي بحث مجلس الوزراء التصعيد الاحتلالي الإسرائيلي المستمر والمتواصل في عاصمتنا مدينة القدس العربية المحتلة وشدد على أن حملة الاعتقالات المسعورة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في صفوف أبناء شعبنا والتي تطال قيادات أبناء شعبنا لن تثني أبناء شعبنا في مدينة القدس العربية المحتلة عن مواصلة التصدي لهذا المحتل الإسرائيلي ولمخططات الاحتلال الإسرائيلي التي تطال كافة مستويات الحياة لأبناء شعبنا أعلنت سلطات الاحتلال عن مصادرة 267 دنما من أراضي المالح في الأغوار قال معتز بشارات مسؤول للسيطان في منطقة الأغوار أن الأراضي المصادرة تعود ملكيتها لكنيسة اللاتين وضحا أن هذا القرار يشكل خطرا حقيقيا على العائلات الفلسطينية التي تسكن في محيط المنطقة إذ يشكل مقدمة لترحيلها تحت حجج واحية أعلن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون عن عقد اجتماع للأعضاء المتواجدين في عمان الأسبوع المقبل لبحث آخر التطورات في القدس المحتلة حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال ضد المواطنين والقيادات الوطنية المقدسية الزعنون دعا في حديث لصوت فلسطين كافة القوى والفصائل للوقوف إلى جانب أهلنا في المدينة المقدسة في ظل سياسة الإرهاب التي تنتهجها سلطات الاحتلال مشددا على أن كافة الإجراءات الإسرائيلية في القدس لن تفلح بكسر إرادة المقدسيين وأن صمود أبناء شعبنا في الخان الأحمر أكبر دليلا على ذلك يترقب الشارع المقدسي بحذر حملة الاعتقالات الشرسة التي يسهدف فيها الاحتلال كوادر حركة فتح في العاصمة المحتلة والتي طالت أربعين مقدسيا بينهم محافظة القدس عدنان غيث على مدار يومين تقرير كريسين ريناوي مرحلة من حبس الأنفاس تعيشها المدينة المقدسة بفعل الهجمة المتصاعدة التي يشنها الاحتلال والتي كانت آخرها حملة اعتقالات مسعورة طالت على مدار يومين أربعين معتقلنا من كوادر حركة فتح من بينهم محافظ القدس عدنان غيث محاكم الاحتلال مددت اعتقالهم حتى الخميس المقبل حملة الاعتقالات واسعة وشديدة وكبيرة شنت بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس وصلت قرابة أربعين مقدسي جلهم من عناصر الأجهزة الأمنية وأبناء لحركة فتح وأسرى سابقين محررين وقيادات الاحتلال يريد أن يمنع أي تواجد سياسي وتواجد سيادي على أرض مدينة القدس استهدف المحافظ رأس الهرام السياسي في مدينة القدس وأراد أن يعطي صورة للعالم أجمع أن القدس عاصمة موحدة لكيان الغاصب وقفات في شارع صلاح الدين كان مصيرها القمع ومن قلب خيمة الإسنادي في الخان الأحمر علت أصوات التنديد بمس العاصمة ومحافظها وأبناء حركة فتح نهيك عن إصدار سلسلة بيانات استنكار وإطلاق حملة مناصرة على مواقع التواصل الاجتماعية رفضا للهجم الاحتلال يدعي بأن هذا الاعتقال يهدف إلى حفاظ على الأمن الدولي وأن المحافظ مست بالأمن الدولي نحن نقول لدولة الإرهاب والاحتلال هم من يقتلعون السكال الأصليين بالخال الأحمر هم من يهدمون ويهجرون المقدسين من منازلهم هم الذين يقتحمون مؤسسات سياسية سيادية وخاصة محافظة القدس هم دولة إرهابية وليس محافظة القدس هذا ويترقب الشارع المقدسي حملة الاعتقالات بحذرة خاصة وأن الاحتلال يفصل قوانين على مقاصي احتلاله للسيطرة على المدينة المحتلة اعتقال كوادر حركة فتح لن يمحي هوية القدس المحتلة التي يجبه أهلها مخططات التهويد منذ أكثر من نصف قرن فشل الاحتلال خلالها بالتأثير على هذا المشهد الذي يعكس عروبتها كريستين ريناوي تلفزيون فلسطين العاصمة المحتلة وصلت أليات تابعة لسلطات الاحتلال عمل الحفريات لبنى تحتية تهدف إلى إنشاء بؤرة استيطانية في حي وادر بابا ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك استولت سلطات الاحتلال في وقت سابق على مساحات واسعة من أراضي المنطقة لإنشاء بؤرة استيطانية فيها تهدد الحضور الفلسطيني في الحي والأحياء المجاورة خاصة حي البستان الذي أصدر الاحتلال بحق كافة منازله أوامر بالهدم لخدمة مشاريع استيطانية وأخرى تلمودية من جهته حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية شيخ محمد حسين من أساليب رخيصة يلجأ إليها الاحتلال للاستلاء على العقارات في القدس من خلال إعلانات تبثها شركات إسرائيلية لمنح قرود مقابل رهن العقارات مناشداً المواطنين بعدم الانجرار وراء هذه الأساليب التي تهدف للسيطرة على المزيد من عقارات المواطنين في المدينة المقدسة المفتي أضاف في حديث لصوت فلسطين أن بلطجة الاحتلال في العاصمة المحتلة والتعدي على القيادات الوطنية ما هي إلا محاولة يائسة لفرض مخططاته التهويدية على المدينة بالقوة اخترت سلطات الاحتلال بهدم منزل أسير وثلاثة مساكن وبركس في يطا جنوب الخليل وفد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير خليل جبارين سلمت عائلته اختارا بهدم منزلها كما اقتحمت منطقة الخليدية وأخترت بهدم ثلاثة مساكن وبركس تعود لثلاثة أشقاء من عائلتي ربعي شرك العشرات من ذوي الأسرة والفعاليات الشعبية والرسمية في طول كارم في الاعتصام المساند للأسرة أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث خصص هذا الأسبوع لمؤازرة الأسرة المرضى والأسيرات داخل سجون الاحتلال إهاب الضمير والمزيد مساندة لقضية الأسرة في سجون الاحتلال ومؤازرة لهم اعتصم العشرات من ذوي الأسرة والمحررين وممثلي الفصائل والمؤسسات أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة طول كارم مطالبين المجتمع الدولية بالضغط على إسرائيل للإفراج عنهم ندعو إلى تصليط الضوء أكثر وإلى العمل على إطلاق صراح الأسرة من خلال هذه المؤتمرات والضغط الدولي والمجتمع الدولي ورفع قضايا في المحافل الدولي ومجلس الأمن وإلى آخره أن يكون هناك حراك بشكل عام للضغط على الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن الأسرة الأبطال المؤتصمون رفعوا الصورا للأسرة ولافتات مناددة بممارسة إدارة مصلحة سجون الاحتلال ضدهم والتي تتمثل في سياسة الإهمال الطبي المتعمدة وتضيق على الأسيرات والعزل الانفراضية حيث استنكروا إقرار الكنيسة قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرة بقراءته الأولى كل اللي بمستشفى الرملي حوالي من 22 عشرين واحد كلهم أمرضين وتشابتين واحد أخطاء من الثاني أما أصعب حالي حالة معتصم مش لأنه أصعب حالي حالة معتصم أنا بطالب ندمي يسلموا عربنا جنازة مثل ما يسلموا غيرهم يروح يواكف حجرين يروح الكليلة يروح طيب مش يروح جنازة يسلموا جنازة الفعاليات الشعبية المساندة للأسرة تأتي كحراك مكمل لجهد القيادة ممثلة بسيد الرئيس محمود عباس في المحافل كافة للإفراج عنهم وتأكيدها أن قضيتهم على رأس أولوياتها واقع الأسرة داخل سجون الاحتلال يرزم منظمات الحقوقية والدولية لأخذ مسؤولياتها اتجاههم في ظل مطالبات رسمية وشعبية للإفراج عنهم إيها الضمير تلفزيون فلسطين طول كرم في عمان وقعت وكالة غوث وتشغيل لاجئين الأونروا ودائرة تنمية دولية البريطانية في مخيم عمان الجديد اتفاقية دعم خدمات الطرق الطوارئ المقدمة للاجئي فلسطين القادمين من سوريا والمقيمين في الأردن من خلال الفترة ما بين 2018 و 2021 بقيمة إجمالية تبلغ 6 ملايين دولار و 400 ألف وأكد سفير المملكة المتحدة لدى الأردن إدوارد أوكادين أن المملكة ملتزمة بثبات مهمة الأونروا الحيوية التي توفر الدعم اليومي والضروري للاجئين الفلسطينيين مبينا أن مساهمتها هذا العام في دعم الأونروا ستتجاوز 65 مليون جنيه استرليني للأسف الشديد نحن نتحدث عن نزوح لمرتين هم بالأصل اللاجئون ونزحوا من سوريا إلى الأردن وأن 90% منهم من المهمشين والمستضعفين جدا وأغلبهم من النساء والأطفال ومن هنا تظهر أهمية مساهمة الأونروا في توفير التمويل النقدي والمساعدات الصحية لهم لكن الوكالة بحاجة لمزيد من الدعم الدولي من خلال حل سياسي لضمان الاستمرار ونحن نعمل الآن على وضع خطط وبرامج لمنح خلال السنوات القادمة حيث أن المملكة المتحدة ستدعم الوكالة دائما وأبدا وهذا ما كمنا به منذ تأسيسها اتفاقية رائعة تكمن أهميتها في توفير الغذاء والملبس والمسكن للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا وهي اتفاقية تستمر لثلاث سنوات وتظهر حجم الدعم البريطانية للأنروا في شأن دوري أعلنت وزيرة خارجية النمسا التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أعلنت أن الاتحاد سينظر شهر المقبل في مسألة فرض مزيدا من العقوبات على روسيا على خلفية الحلقة الأخيرة من التصعيد مع أوكرانيا وقالت الوزيرة كارين كنيسل لصحفيين بعد محادثات مع نظيرها الألماني في مسألة فرض المزيد من العقوبات إن كل شيء سيعتمد على طبيعة تطورات وسلوك الطرفين طلبت وزارة الخارجية المكسيكية من خلال مذكرة دبلوماسية قدمتها للحكومة الأمريكية بإجراء تحقيق كاملا فيما وصفته بأنها أسلحة غير فتاكة جرى توجيهها صوب الأراضي المكسيكية جاء الطلب الرسمي بعدما أطلقت السلطات الأمريكية عبوات الغاز المسيل للدموع على مهاجرين في المكسيك قرب المعبر الحدودي عندما اخترق بعضهم السياج الحدودي إلى الولايات المتحدة من جانبه أبلغ رئيس الأمريكي دونالد ترامب الصحفيين بأنه سيغلق الحدود إذا توجه المهاجرون إلى السياج وفق مجلس النواب الأوكراني على طلب رئيس الوزراء بيترو بورشينكو فرض قانون الطوارئ في المناطق الأوكرانية الحدودية وذلك بعد تصاعد مفاجئ لتوتر مع روسيا على خلفية احتجازها لثلاث سفن أوكرانية إثر اتهامها بدخول المياه الروسية بشكل غير شرعي إلى ذلك عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلق موسكو البالغ في أعقاب فرض أوكرانيا قانون الطوارئ مطالبا للمستشارة بإقناع كييف بعدم القيام بأي عمل متهور على حد تعبيره هبط المسبارو إنسايت التابع لإدارة طيران والفضاء الأمريكية ناسا على سطح المريخ في بداية مهمة تستغرق عامين بوصفه أول مركبة فضائية مصممة لدراسة أعماق عالم آخر تفاصيل أوفا في التقرير التالي هبط المسبارو إنسايت التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا بسلام على سطح المريخ يوم الاثنين في بداية مهمة تستغرق عامين بوصفه أول مركبة فضائية مصممة لدراسة أعماق عالم آخر وتواجى الهبوط رحلة استرقت ستة أشهر بعد أن قطع المسبار خمسمائة وثمانية وأربعين مليون كيلو متر في رحلته من الأرض حيث انطلق من ولاية كاليفورنيا الأمريكية في مايو أيار ويحمل المسبار معدات لرصد درجات الحرارة وهزات الزلازل في المريخ ويأمور لم يجري قياسها أبدا خارج كوكب الأرض واخترق المسبار الغلاف الجوي للمريخ بسرعة تسعة عشر ألفا وسبعمائة وخمسة وتسعين كيلو مترا في الساعة لكن سرعته في رحلة هبوطه إلى سطح الكوكب ومسافتها حوالي مائة وأربعة وعشرين كيلو مترا قلت بفعل الاحتكاك بالغلاف الجوية ومضالة هبوط عملاقة وصواريخ كابحة ولامس المسبار سطح الكوكب بعد نحو ست دقائق ونصف وهبط كما كان مقررا في المنطقة المنبسطة قرب خط استواء الكوكب وسيقضي المسبار إنسايت أربعة وعشرين شهرا أي ما يساوي عملا مريخيا واحدا في أقضي قراءات زلزالية وحرارية بحثا عن معلومات تساعد على معرفة كيف تشكل المريخ وأصل الأرض وغيرها من الكواكب الصخرية في المجموعة الشمسية الداخلية ورحلة المسبار الذي يبلغ وزنه ثلاثمائة وستين كيلو جراما هي الحادية والعشرون للولايات المتحدة لاستكشاف المريخ وبدأت الولايات المتحدة أول رحلاتها إلى المريخ في ستينات فيما أطلقت دول أخرى نحو أربع وعشرين رحلة إلى هذا الكوكب وعودة للشان المحلي حيث يشتكي المواطنون في المحافظات الجنوبية من ارتفاع أسعار الخضار خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع نسبة البطالة عمر الدهود والمزيد على هذا الحال باتت أسواق الخضار في قطاع غزة عزوف كبير على شراء الخضروات بعد جنون ارتفاع أسعارها في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من أوضاع اقتصادية صعبة فالطماطم واحدة من أبرز السلع الأساسية التي باتت عزيزة في ظل غلو سعرها يقون عندي عشر أفراد لكن ما اضطر بندورة غالية ما اضطر للبندورة البندورة صراحة أساسية عندي في الدار أهم التفاح وهم الليبوز في وضع اقتصادي صعب الناس مش قادر سي يعني كنت باخد بانثار أربع خمس كيلو اليوم بثنين كيلو بثنين كيلو وعشر شاك اليوم اول حاجة مش عمل قاعدة بطالة المواطن يوم مش قادر يطلع فيها بسالها وبسحب حلو ويمشي يعني بعدين البندورة اشي أساسي ما فيش غنى عنه يعني أزمة لم تلقي بثقلها على المواطنين والتجار في حسب فمتعاد المزارعين كان حاضرا بعد موفرة محصول هذا العام مستذكرين خساراتهم الكبيرة طوال المواسمة السابقة دون أي تعويض فيما ترك آخرون أراضيهم دون زراعة هروبا من التكلفة العالية التي تكبدوها في السابق سبعين في المئة من المزارعين مكسورين ومحهمش مصري يزرعون فقلت قل للعرض بتزيد الطلب بتغلى الاشي والحين ما فيش مزارع يقدر يزرع فيش قادر مزارع لأنه متبلين الديون أبرز العوامل الزراعية التي أدت لانخفاض لإنتاج هو انخفاض درجات الحرارة إلى جانب تصدير الطماطم إلى خارج قطاع غزة ما أثر على سعرها وجعلها في ارتفاع لتخصص وزارة الزراعة يومين للتصدير بدل أربعة أيام في الأسبوع المزارع كان العام السابق عام ضرر بليغ بالنسبة له فهو بستنى هذه الفرصة أنه يعوض مخاصره ويعوض الخصره في العام الماضي ويسدد الديون المتراكمة عليه من العام الماضي يعني ممكن وزارة الزراعات يتدخل وتحدد الأسعار بحيث أن يكون مناسب للمزارع ومناسب للمستهلك عبء جديد إذن يضاف على كهل المواطنين بارتفاع أسعار الخضروات في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية في غزة ما ينذر بحرمان الكثيرين من شراء السلع الأساسية تلفزيون فلسطين عمرو الدهودي غزة قبيل الختام هذا تذكير بأبرز العنوين الاحتلال يصادر أكثر من 250 دنما من أراضي كنسية في الأغوار ويخطر بهدم عدد من المنازل في الخليل شركات إسرائيلية تروج لقروض مشبوهة للمقدسيين للسيطرة على مزيدا من العقارات ورئاسة الاتحاد الأوروبي تعلن واحتمال فرض مزيدا من العقوبات على روسيا في قضية أوكرانيا شهدين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام الثالثة أشكر لكم دائما طيبا المتابعة هذه تحياتي وتحيات طاقم العمل إلى اللقاء اشتركوا في القناة